يفتح صفحة سيمبا التنزاني وحتى الآن طبعا كلكم تبعت القرعة وقرعة دور التمانية لدور الأبطال وأيضا قرعة الكنفدرالية وشفتوا الأهلي في دور التمانية مع سيمبا التنزاني والفائز إن شاء الله تعالى هيلعب الفائز من لقاء مازينب الكنغولي والمباراة اللي جاية اللي هتكون أيضا مهمة جدا في سبيل دفاع الأهلي عن لقب بطل الأميرة لكن حتى الآن باشموندس يمكن المباراة اتقال إنها تسعة وعشرين مارس أنباء قالت إنها تسعة مساء وناس أخرى قالت إن سيمبا لسه محددش المعاد هل اللعبة بالنهار في رمضان يبقى مزعج للدرجة دي ها الأحوال العادية هو مزعج فإنك أنت تستهدفني في رمضان ده يجافي كل يعني شروط اللعب النظيف والفير بلاي وله يجب أن تترك مثل هذه الأمور لتقديرات الأندية هذه أمور يجب حسمها من خلال الاتعادات المنظمة لأن لا ينبغي إن إحنا آه لعب على أرضك في وسط جمهورك في مناخك كلها أجواء تساعدك لكن إن أنت آه ترش المصامير قدام عجل العربية لأ ده مش مش فير بلاي آه نتمنى أن سيمبا لا يلجأ لمثل هذه الحيلة خاصة أنه أقدرنا بتضعنا أمام بعض آه في العديد من المناسبات آه وكان سيمبا وصاندونز خلاص ثم الثلاثي الذي يتحتم عليه آه أن يعبر كل منهم على جسر الآخر نتمنى الأهلي أنه أنه يستطيع أولا أن يتعافى من نتيجة هي الأغرب فيه تاريخه نتيجة مباراته مع البنك الأهلي وأنه أيضا يا سيد إبراهيم آه يعني أنت لقم عسكر متخب مصر ونقل الدورة الودية إلى مصر تصورناها يا سيد إبراهيم فرصة لحل التناقض والمشكلة بين الاتحاد الإفريقي ومتخب مصر والنادي الأهلي ولكن يعني أرجو أرجو أن الاتحاد المصري يراعي دون أن يحمل المتخب مصر أو النادي الأهلي أي خسائر في هذا الأمر يعني لو قدمنا مبارات منتخب مصر يوم هنساعد الأهلي إلى حد ما لو أننا اللعبة بعد أول مبارات اللي مش محتاجها كابتن حسام ترجع لناديه يعني هناك الكثير من الحلول لو الناديين لو النادي الأهلي مع المنتخب يعودوا مع بعض بإذن الله توصلوا إلى حلول لأن كلنا ندافع عن ألوان العالم المصري طيب دي قضية مهمة جدا يا جماعة وقضية محتاجة فعلا نوع من التفاهم ونوع من التنسيق لأنه مبدئيا دي دورة ربعية فيها منتخب مصر وتونس وكرواتيا ونيوزلندا كان المفروض تتلعب في دبي لكن مشاكل كتيرة حصلت مع الشركة المنظمة لها فأدت إلى نقل البطولة إلى القاهرة مصر بتستعد لإستضافتها لأول مرة في افتتاح المدينة الرياضية في العاصبة الإدارية إن شاء الله تبقى حاجة كبيرة وحاجة فخمة تليق بهذا الحدث الكبير وبهذه المنشأة الكبيرة جدا والعملاقة كواجهة حضرية رياضية مهمة لمصر على العالم كله فبالتالي أصبح التضافر والتعاون لإنجاح هذه الدورة مسألة مهمة جدا كابتن حسان حسن أخذ عشر لعيبة من النادي الأهلي هنا الخطورة والصعوبة فين إن فيه تمس واضح وسريع منتخب مصر هيبدأ الدورة في مواجهة نيوزلندا يوم اتنين وعشرين أو تلاتة وعشرين ثم عنده المباراة النهائية يوم ستة وعشرين حسب ما هو موضوع في الجدول مع الفايز من كرواتيا وتونس هناك اتصالات مع اللجنة المنظمة لهذه الدورة الودية إنه نظرا لإنه الأهل محتاج يسافر يوم سبعة وعشرين إلى تنزانيا عشان يلعب يوم تسعة وعشرين فمش هيبقى قدام منه غير أربعة وعشرين ساعة بس يتمرنها في تنزانيا فبالتالي بيطلب تحريك المواعيد يوم بدر شوية يعني بدل ما تبدأ اتنين وعشرين ابدأ واحد وعشرين مباراة نيوزلندا وبدل ما تختم يوم ستة وعشرين أو خمسة وعشرين اختم يوم أربعة وعشرين يبقى تلعب واحد وعشرين وتلعب اربعة وعشرين التالت ايام دول كافيين جدا خاصة ان المباراة هنا لكن صعوبة النادي الالي في نقطة هنا باشواندس اولا منه عشر لعيبة وسانيا على مشارف مباراة مؤثرة جدا واخصائية في دور التمانية مع سيمبة برا هنا يجب التنسيق بالفعل لانه حصل اتصال مبارح بين الكابتن حسام حسن مع مستر مارسو الكولر بتنسيق الكابتن خالد بيبو مدير الكرة في الالي يمكن ان الالي اعلن انه هناك نوع من التعاون بهدف المصلحة العامة لكن اعتقد تحريك الموعيد يومين بدر شوية يحل المشكلة باشواندس طلبة ان الاجهزة الفنية لاندي الالي والمنتخب على اتصال وان اوجه التعاون مفتوحة خلاص فبيننا لا نتفائل بحل هذه الازمة خاصة انه واضح جدا جدا مدى الاجهاد البدني والزهني